رودولف سعادي رجل الأعمال اللبنان الفرنسي صار بيملك تالت أكبر شركة إعلامية بفرنسا بعد ما استحوذ على شركة التاس ميديا يلي كان بيملك رجل الأعمال الإسرائيلي باتريك دراحي من أيلول 2022 بلش سعادي يبني إمبراطوريته الإعلامية بس هيدا الصفقة مختلفة بسبب حجماً لبلغ 1.55 مليار يورو وبسبب إنقاذها لدراحي من الصعوبات الميلية اللي عانى منها مؤخراً إدراحي من أبرز الشخصيات الإسرائيلية المؤثرة بسياسة فرنسا وبيمتلك شبكة إسرائيل 24 الشهيرة ومجموعة كبيرة من الاستثمارات بقطاع الاتصالات بأوروبا وإسرائيل زيادة نفوز سعادي بفرنسا رح تزيد دوره بلبنان خصوصاً إنه سعادي مقرب أصلاً من ماكرون ورافقوا بالزيارة لبيروت بعد انفجار المرفق ومن بعد هالزيارة ربحة شركة ساماس جي أم عقد استثمار محطة الحاوية الوحيدة بمرفق بيروت لمدة عشر سنين بعد وصول نجيب مئاتي برعاية فرنسية لرئاسة الوزراء ضاعف عدد موظفي ساماس جي أم بلبنان لألفين وخمسمائة موظف بأواخر ألفين وثلاثة وعشرين مقارنة بميتان وخمسين موظف بألفين وتسعة عشر واستحوذ سعادي على شركة جالف تينر لمشغلة لمحطة حاويات مرفق ترابلوس وربح مناقصة تشغيل قطاع البريد بدل شركة ليبان بوست قبل تعليق الصفقة بسبب شبهات بالمناقصة وبهالصفقتين أخد سعادي محال شركة بيملكة مئاتي بعد عقوده بالمرافق وسع سعادي نشاطه بالقطاع الخاص ليشمل توضيب المنتجات الزراعية وتصديرها وإنتاج الصناعات الغذائية وخدمات التخزين والنقل داخل الأراضي اللبنانية رودولف سعادي حفظه هالاسم منيح